تلاتين مليون ولا أربعين مليون يبقى احنا عملنا إنجاز كبير في هذه المنظومة نحن منتكلم النهاردة على نسبة مشاركة كبيرة مرتفعة قدام حضراتكو يبقى دي آه معلش أنا آسف مرحلة تانية من ديسمبر فبراير مش مارس مارس هتبقى مارس إبريل المرحلة التالتة يبقى المرحلة التانية معلش عزرا من ديسمبر حتى نهاية فبراير 2019 شمال سيناء بحر الأحمر قاهرة اسماعيلية السويس كفر الشيخ المنوفية بني سويف سهاج أسوان الأخصر يبقى دي المرحلة التانية هتبدأ من أول ديسمبر حتى نهاية فبراير 2019 المرحلة الأخيرة اللي هتبدأ مارس وحتى نهاية إبريل 2019 اللي هتكون ودي جديد الجيزة وقتها نبقى نتكلم عليها الغربية الدقالية الشرقية ألمينيا قنة ولكن المرحلة التانية هتكون إن شاء الله من بداية ديسمبر القادم حتى نهاية فبراير 2019 في 11 محافظة هم موجودين قدام حضراتكم هم مبدري الناس تبقى عاملة حسابها أنها يعني أسر تنزل تروح سعدوا بعض بعربيات وفروا وسائل المواصلات بيتم هذا الأمر والناس كتير شغالة على هذه المنظومة اللي لها هدف واحد إن احنا عايزين نتطمن على صحة حضراتكم قبل أي حاجة واللي يهمنا أولا وأخيرا صحة المصريين عشان الدولة كمان تقدر تواجه وهنا بقول أتمنى إنه المحافظات اللي فيها مثلا الوزن الزيادة اللي فيها ضغط اللي فيها سكر إن وزارة الصحة مع مديرات الصحة الموجودة هتتعامل إزاي مع هذه المحافظات نحن نبدأ كمان كنا عندنا برنامج من بدري كيف نتعامل مع هذه المحافظات من النهاردة يعني نبدأ نشتغل بعد توازي المحافظات دي خلاص قدامنا تسعة يام نخلص الفيروس ندخل في مرحلة العلاج مرحلة العلاج للناس اللي مصابين بالأمراض اللي هي غير معدية هذه الأمراض نعالج الناس دي إزاي اللي هي العدادة الكبيرة اللي وزير صحة كان بتكلم عليها من شوية نهاردة يكون حلقتنا عن الجمارك وعن لأنه اعتبارا من أول يناير جمارك صفر على رفع الجمارك على العربيات اللي جاية من الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر